نبدأ معاكم حلقة جيدة من السادسة تحياتي لكل الأهلوية اللي بيتابعونا وأهلاً وسهلاً بحضرتكم نبدأ منين الحكاية؟ نبدأ هيا في إحتارة النهاردة في البداية كتير يعني هلا أبتدي بهارد لك؟ لا أعتقدش أنه لك كان لي علاقة قابل الموضوع هل غاب عنا التوفيق؟ نجي تهالي برضو لا مبارح لأهلي الحقيقة رغم أنه أقدم عرض قوي بشوفه كان الأقرب من وجهة نظري أنا أحاول دايماً أبقى موضوعي يعني منتمي للأهلي قلباً وقالباً لكن أحاول دايماً أكون موضوعي الحلم طبعاً لسه ما انتهاش وعندنا مباراة مهمة جداً يوم الجمعة أمان بقى الخسران من مفروض يعني مفروض قراءة ردز يعني مفروض متوقعة لكن كل شيء وارد الستي في مواجهة قراءة ردز النهاردة هنعرف مين هيوجه لأهلي إن شاء الله على مباراة المركز الثالث والرعب لكن مباراة مباراة قالت كتير ودايماً ما بزعلش وبيتهالي أغلب الأهلوية يعني اللي مش متعصبين اللي مش بحزبوا بالقطعة ومش بيقفوا على كشف حساب بعد كل مباراة مباراة طلع على المدير الفني واللعيبة سبع سماء ومباراة بعدها على طول تنزلهم سبع أرض لكن دائماً بحاول أكون موضوعي وأحاول أشوف إيه الإيجابي وإيه السلبي ومباراة مطش مباراة تحديداً بشوفه مباراة للأسف الشديد كنت أتمنى أن إحنا كسبع لكن فيها إيجابيات كتيرة جداً واحد زي زي كل أهلوية كنت رايح البطولة دي وأنا حاطت إيدي على قلبي بصراحة يعني كنت قام بشكل كبير حالة التراجع في المستوى اللي قبل البطولة وانت رايح تواجه ثلاث محطات أصعب من بعض مباراة فتتحية قدام اتحاد جدة قرناها من بداية البطولة ومن قبل البطولة ما تبدأ لو تخططها تقابل فلومينانزي بطل كوبا ليبرتادوريس بطل البرازيل ولو تخططها هتوصل بمباراة نهائية غالباً كانت في مواجهة من سيتي فعشان الكيرف يتحول 180 درجة من المستوى اللي ظهر به الأهلي سوى في الدوري الأفريقي أو في الدوري المحلي وانت رايح تلعب بطولة كاس عالم لا بكلمكم بمنتهى الصراحة كنت تحطط إيدي على قلبي لكن المستوى اللي ظهر به الأهلي في البطولة دي يقول لك ويفصر لك ويترجم لك حاجات كتير جداً متعلقة بمصطلح روح الفن الله الحمر الروح اللي مش موجودة غير عند النادي الأهلي الروح اللي بتظهر معدن لعبت النادي الأهلي في المواقف الصعبة ده اللي شفناه على فكرة كولر كولر نجم من نجوم البطولة دي في أوقات كتير جداً كنت ببقى غضبان كنت ببقى متدايق متدايق من سوق أداء من داق من نتيجة مباراة متدايق من استبعاد لعيب أنا من النوع اللي بيحب اللعيبة المهارية واللي شايف إن هم يمكن ما يكونش اليوم حظة قوي مع مارسل كولر قندوسي مرة داوي كريستو مرة عبدالقادر مرة يعني زي زي كل الجمهور بتدايق إنه الكواليتي دي مش موجودة عندنا أو إنه البصمة اللي سابها كولر مع العيبة كتير جداً في الملعب مش قادرة تظهر مع العيبة اللي عندها الحتة المهارية اللي بتمتع الجمهور يعني لكن الراجل دا في كاس العالم ومش بس في النسخة دي في النسخة دي وفي النسخة اللي قبلها الراجل دا ما حققش إنجاز في كاس العالم يعني إذا كنت بتعتبر السنة اللي فاتت خد مركز رابع والسنة دي هلعب لسه طبعاً عنده أمل في الحصول على البرونزية وهو يستهلها يستهل إنها تكتب في تاريخه بصراحة ميداليتين برونزيتين حققهم بيتشو موسيماني وميدالية برونزية حققها مانويل جوزي لكن أنا بشوف الحقيقة إن النسخة الأقوى للأهلي في بطولة كاس العالم على مدارة 9 مشاركات هي نسخة مارسل كولر في كل المتشاط لأحنا عمنا مع تحتقادات كولر ست مباريات أربعة في النسخة الأخيرة من كاس العالم اتنين مكسب واثنين خسارة ومباراتين في كاس العالم ده نسخة حالية مكسب وخسار يعني الإجمالي الفاتورة تلاتة مكسب وثلاتة خسار مفيش واحدة من الست متشاط ما أرهاش وما زاكرهاش وما حضر لهاش وما ظهرش فيها بالشكل اللي يتمنى جمهورنا دي الأهلي مدرب زي مارسل كولر حتى المتشاط اللي انت خسرتها حتى المتشاط اللي انت خسرتها فيه متشاط كتير قوي كسبناها قبل كده في كاس العالم لكن ما ظهرش الأهلي بالشخصية دي شخصية البطل الثقة مبارح وانت بتلعب بطل كوبة لبرتادوريس بطل البرازيل انت قدمت أداء أكتر من رائع اللي يضايقك ودائما أنا بقول ما بزعلش أبدا من رجالة لما بحس ان هم مدين 100% وأكتر في الملعب كلهم مبارح كانوا رجالة الحقيقة لكن فكرة انك انت توصل قدام بطل برازيل وتبقى أكتر مش عايز أقول ندية لأنه احنا في أوقات كتير جدا من عمر المباراة كنا أحسن من فلومينينزي في أوقات كتير من عمر المباراة انت خلقت مبارح تسع فرص تسع فرص منهم ثلاث فرص مؤكدة يعني خليه أقولك الفرصة هي أنك انت توصل بنسبة أو باحتمالات 50-50 ممكن تسجل أو ممكن تخفق فيه تسجيل يعني أنك تنتهز الفرصة دي لكن منهم ثلاث فرص محققة منهم ثلاث انفرادات كاملين بالمرمى كهربا ضربة راس ومتابعة سيبك من متابعة بيرسي تو اللي بعدها اللي تعتبر برضو فرصة محققة لكن كهربا انفراد بحرس المرمى ضربة راس بيرسي تو انفراد بحرس المرمى ضربة راس وبرسي تو في انفراد تاني اللي حصلوا فيها صاحب الأربعين سنة فليبي ميلو وضيع الفرصة غير كده فرص كتير وبالجملة اللي يعيبنا الحقيقة هو بس كانت اللامسة الأخيرة لكن في النهاية ما تدرش تلون كولر ماتش أوكلن سيتي أداء أكتر من رائعة ونتيجة أكتر من رائعة ماتش سياتل ساوندرز أداء أكتر من رائعة ونتيجة أكتر من رائعة حتى الخسارة قدام ريال مادريد وإحنا كنا هنا أنا فاكر كويس أوي السنة اللي فاتت كنا في بث مشترك أو متبادل مع قناة ريال مادريد حجم الإشادة اللي نالها النادي الأهلي والمستوى الكبير اللي ظهر به قدام ساعتها طبعا كان بطل شامبيونز ديج أفضل فريق في العالم وأهم من جوم العالم فلامينجو وانت كنت أقرب كتير جدا النهاردة وانت بتلعب مع أبطال كوبا ليبرتادوريس تاني أقوى قرع على مستوى العالم والمنطقي على فكرة أنه بطل أفريقيا يخسر قدام بطل أوروبا ويخسر قدام بطل كوبا ليبرتادوريس لو في عشر مطشات بين حامل لقب قرط أفريقيا وحامل لقب ليبرتادوريس بطل أمريكا الجنوبية يكسب تسعى وبطل أفريقيا يكسب مباراة دي الحسابات والمنطق الفوارق والإمكانيات والخبرات لكن في النهاية مبارح الأهلي الحقيقة ظهر بأداء مشرف جدا جدا هارد لك حقيقة كنتوا أبطال وإن شاء الله بإذن الله تقدروا تكسروا الرقم القياس اللي أنتوا حقاتوه كجيل يعني وتجيبوا البرونزية إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاي ترجمة نانسي قنقر